طب بعد ذلك جئت إلى مصر جئت على مصر مع موريس بجعر بالصدفة سنة 1990 كنت أنا أياما المساعد الأول ليه فكان في عرض هو اسمه الهرامات النور الهرامات النور كان أخذ موريس بجعر التاريخ اللي بتعلق بمصر اليوناني والروماني والإسلامي والقبطي وكل ده كان أخذهم فبالشغل الأنوية كان حابب أن نشتغل على صوت أم كالسوم فجبت له الأغنية وجبت له الموضوع وحكيت له عن أم كالسوم والمجهود الحربي اللي عملته بمصر وقصت تاريخها شوية وعلاقتها بالثورة وببداية الستينات وكل ده فالموضوع قال لي خلاص أنت عمله فصراحة يعني البروفاتي اللي اتعملت على أم كالسوم وأنا عملته بدار الأوبرا بالصالة البالي اللي أنا ما كنت مفتكرة أنه سأقضي فيها العمر ده يعني الصدف في كله يعني الصدف لعبة أكتر من طموحاتي يعني درست بس فن التشكيلي ثم اتجهتي إلى المصرح ثم جئت مع موريس بجار إلى القاهرة وبقيت هنا إلى الآن إلى الآن بقيت هوني إلى الآن كان فيه فروح حسني أياما كان من 1988 كان هو استلم الوزاة الثقافة وكان همه الكبير أنه يحط مصر ثقافيا على الخط العالمي إن كان ثقافيا أو غير ثقافيا أو الأسار أو كل ده فلما شافني أنه فيه فيه واحد عربي مع موريس بجار وأصلا أنا كان عندي بالثمانينات استفرقتي التانيت للرأس المسرحي ببلجيكا ففروح حسني قال لي إيه أعمالك أنت شو فصراحة بعدت له لما رجعت على لوزان كنا أياما نقلنا على لوزان سويسرا بعدت له كل أعمالي اللي عملتها بالفرقة الأولانية من الثمانين للتسعين وكانت أعمال كمان هي أعمال كثير مهمة عملت رابعة العدوية عملت جبران خالي جبران عملت عن عبدالوهاب البياتي كان مواضيع كمان شرقية بأوروبا اللي وزاة الثقافة قالت من ده الشرقي اللي بيبتدي يعملنا حاجات وعملت كمان اليوم الثاني لهيروشيما وعلى الحرب الألمانية مباني الحربان يعني كان عدود يعني موضوعات في كل الاتجاهات المصرية العربية الحارجية الأجنبية إلى أخيره وصوفية كمان وكل ده فهو شاف الأعمال دي لما رحت بعتل له يؤهم بعتل له كل الصحافة فلا تعال شغل مع فرقة الباليب بالأول أفتا 1910 وعملت لنا نعرض إيقاءة الأجيال بعدين رجعت عملت عمل السنة البعدة بعض معي وبعت ورائي كنت أنا بنيويورك بالأكتور ستوديو مشان أعمل عرض تاني سنة الوحدة وتسعيني اللي هو ليالي أبو الهول الثلاث وبعدين سنة آخر تنين وتسعين تلين وتسعين اقترح عليه صراح بعث وراي أنه كان قياما ناصل أنصاري رئيس دار الأوبرا أنه اللي نفتح فرقة للرأس الحديث ببصر من هناك